المسيح نحن نعرف أن تجربة المسيح ليس بشر لكن اليوم هناك هجوم كاسح بالتحديد على هوية يسوع المسيح فالسؤال الذي وصلنا دعنا أسألك بشكل مباشر هل من الممكن أن يجرب يسوع المسيح بالخطية؟ جيد إحنا لما نفكر في السؤال لازم هيرد إلى أذهاننا عدة عنوين نتكلم فيها مع بعض أول عنوان من هو شخص المسيح الذي يسأل عنه هذا السؤال؟ من الشخص هذا؟ إيماننا المسيحي المبني على إعلانات كلمة الله يعلن ويقول لنا أن شخص المسيح تميز عن كل البشر في كونه هو في ذاته عندما تجسد كان الله الذي ظهر في الجسد فهو لم يترك لهوته وأتى ليصير إنسانا بدون كونه الله الآيات كتير هاخد أبسط الآيات اللي عرفها أبسط قارئ مثلا إنجيل يوحن الأصاح الأول آية الأولى في البدء كان الكلمة الكلمة هو المسيح والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله أدي اللهوت والكلمة صار جسدا هل طبيعة الله تغيرت لا زي ما هو تماما ما حدث فيه أي تغيير والحقيقة هو لو حدث تغير في طبيعة اللهوت أو في كونه اللهوت متحدا بالنسود يبقى إحنا بنطعا فالله ذاته لأن طبيعة الله واحدة من أساسيات الإلهية عدم التغير في الطبيعة إذن دي آية آية تانية بسيطة خالص الحقيقة هم أيتين في غاية الأهمية في رسالة كلوسي أذكرهم لأنه مش كتير بيدرسوا العهد الجديد بالتطقيق في رسالة كلوسي الصح واحد عدد تسعتاشر يقول هذه العبارة لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء فيه أي في المسيح في المسيح لأنه لو رجعنا الآيات قبلها يقول هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فيه خلق الكل وبعين يكمل ويقول لأنه فيه في هذا الشخص في هذا الإنسان يسوع المسيح سرة كل اللهوت أن يحل بملئه الآية 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 للتأكيد علشان حد يعني ممكن يتسائل مين قال لكم أن فيه على المسيح أقول له في أصاح اتنين من رسالة كلوسي عدد تسعة يقول فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوتي جسديا أظن واضح قوي يعني كل ملء اللاهوتي يحل ولاحظ في الأولى جف الماضي والتانية جف المضارع يعني عندما كان على الأرض سر اللاهوتي أن يحل فيه والآن وهو في السماء فيه يحل كل ملء اللاهوتي إحنا أمام شخص إيماننا المسيح يقول أنه جمع الطبيعتان بلا امتزاج وبلا افتراق فكان الله والإنسان معا كان الله في كل ما هو الله وكان الإنسان في كل ما هو الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر